ازايكم؟ في الحلقة اللي قبل اللي فاتي تتكلمنا عن موبايل سامسونج جالاكسي F12 وفي الحلقة دي نتكلم عن اكتر موبايل اقتصادي جاي من شركة سامسونج وهو موبايل سامسونج جالاكسي F02S بس قبل نبدأ في التفاصيل ادفع زر الجرس ولو عندك اي سؤال سبري في التعليقات وانا بازن الله هرد عليك ومغير ما اطول عليكم تعالين دفعون ده الحلقة وكعادة كل حلقة اول حاجة بنبدأ بيها هي هاي كالخامات التصنيع الموبايل هيجيب طول 164 ملي متر وعارض 76 ملي متر وصمك 9 ملي متر وبوزنة في حدود 196 جرام وخامات الظهر هنا بتيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش لد في ظهر الموبايل وبدعم تركيب شريحة انه توصل من النوع النينو مع دعم شبكات الجيل الرابع وبدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 ومع صوت خارجي احادي وده شئ طبيعي في موبايل اقتصادي وبنسبة ليعلم مصفات الهيكل دية فهي تقليدية جدا ما فيهاش اي مميزات نهائيا بس فيه عيب مش كويس هنا ان الموبايل دوت مش بدعم البصمة ودي حاجة مش كويسة نهائيا من الشركة وبنسبة للشاشة في الشاشة تيجي من نوع IPS بمساحة 6.5 بوصة بدقة 720 في 1600 بيكسل بابعاد 20 الى 9 بكسافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ومع نسبة استحواز 82 في المية وبنسبة ليعلم مصفات الشاشة ديت فانا شايفها تحت المتوسط بشوية اولا طقة شاشة الايلة ومع نسبة استحواز والايلة نسبيا وما فيهاش اي طبقة حماية عليها وما فيهاش اي مميزات اضافية زي مثلا تشبع الوان ومن ناحية الرام والذوقرة فالموبايل هيجي المسختين النسخة الاولى 32 جيجا مع 3 جيجا رام والنسخة التانية 64 جيجا مع 4 جيجا رام وبدعم تركيب بطاقة غزن خارجية اما بقى عن نظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجي مصام تشغيل اندرويد 10 مع معالج سنابي دراجون 450 بدقة تصنيع 14 نانوميتر بتردد يصل لواحد وتمانع من عشر جيجا هرتز مع معالج رسومي ادرينو 506 وبنسبة ليعني اداء المعالج دوت فهو ضعيف شوية مش افضل حاجة في فئة السعرية ولا منصحش اي حد بيه جايبه للالعاب او اي نعم شغل معاك الالعاب بس مش هتكون على جودة كويسة ومش هتديك اداء مقبول فكالعاب لا وانا هقولك في اخر الفيديو الموبايل دوتين فاعلمين وبنسبة للكاميرات فالموبايل هيجي 3 كاميرات خلفية الاولى بدقة 13 ميجا بيكسل فتحت عدس 2.2 والكاميرا التانية والتالتة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحت عدس 2.4 واحدة منهم مكرو وواحدة سنسور وبيجي معهم فلاش ال اي دي وتقدر تصور فيديو بدقة فول اتشي دي بسرعة 30 ترفيس ثانية وبنسبة للكاميرا الامامية فالكاميرا الامامية هتيجي بدقة 5 ميجا بيكسل فتحت عدس 2.2 ولسه ما فيش معلومات عن تصور الفيديو فيها ومن ناحية اداء الكاميرات ديت فبرضه ما توقعش انها تديك اداء كويس علشان يعني ارقام الميجا بيكسل هنا قليلة والموبايل دوت اقتصادي فما تتوقعش انها هديك اداء كويس في الكاميرات وبنسبة للتقنيات التانية فالموبايل هنا هيدعم تقنية الوفيق داريكت والبيليتوس من اصدار 4.2 وده اصدار الاسف قديم وبيدعم كمان الجي بي اس والراديو بس تقنية الوفيق للأسف لا اما بقى من نسبة للبطارية فالبطارية هتيجي بساعة 5000 ميلي امبير من نوع لسومبر خبل الازالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 15 واط مع شحن من نوع طيب سي وبنسبة لعني حجم البطارية ديت فهو مناسب جدا وكبير وسرعة الشحن هنا قليلة شوية لو كانت مثلا 30 واط كانت تكون جبارة وبنسبة للالوان فالموبايل هيجي بتلاتة الوان الازرق والابيض والاسود واخيرا سعر الموبايل فالموبايل يتعلن عنه بالسعر 120 دولار يعني حوالي 1500 جنيه مصري و450 ريال سعودي و1085 درهم مغربي و85 دينار اردني و335 دينار تونسي و16 الف دينار جزائري و175 الف دينار عراقي كده انا خلصت كل حاجة عن الموبايل وبنسبة لعني ينفع لمن فانا شايف الموبايل دوت بالنسبة للشباب ممكن تجيب حاجة كده تقضي بالغرض زي مسلا السنة وبنسبة لأفضل حد للموبايل دوت شايف يعني الناس الكبيرة شوية زي مسلا في سنة 40 مش بيحبوا الالعاب وبيحب يشوفوا الفيديوهات وكمان يقروا في المواقع فده حاجة كوي سليم جدا وبالذات مع حجم البطاريات كبير هيقض معاهم وقت كبير ده كل رأيي عن الموبايل وعايز كمان اشاف رايك عنه في التعليقات بس لايك وسبسكرايب واضفع على زر الجرس ولو عندك اهي السؤال سبري في التعليقات وانا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم